اهلاً فيكم مشاهدين من جديد أريضاً مؤخراً في دبي ابتسامة تعتبر الأغلى في العالم تم تصنيعها بالكامل من الذهب والألماس عالي للجودة والنقاء بالفعل تم تقديمها إلى موسوعة جنسر الأرقام القياسية لتصبح رسمياً أغلى ابتسامة في العالم معناه في الاستوديو الدكتور مجد ناجي مدير عيادة لبريتي لطب الأسنان بدبي وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان ورئيس الفريق الذي قام بتصميم هذه الابتسامة أهلاً دكتور مجد أهلاً وسهلاً فرح شكراً على الاستضافة أهلاً دكتور مجد في البداية حدثنا عن فكرة الابتسامة هذه من وين جدتكم؟ هي بصراحة كانت بلشت أول شيء نوع من أنواع الصدفة أنا على حساب الإنستجرام طبعي حطيت صورة لمادونا المطربة الأمريكية وهي عاملة ابتسامة ذهب وحطيتها هيك أنا بس صورة يعني فتلقيت كتير اتصالات بعدها أنه فيه ناس عم تطلب أنه ممكن نعمل نفس هاي بكن الصورة الموجودة هلاً على الشاشة فنتقولهم أوكي وبالفعل تم تصنيع كذا قطعة أسنان ذهب مش بالشكل هذا كان يعني مغطيين بالكامل بالذهب رجعت أحد المراجعات قاتلي دكتور ممكن نلبس على الذهب هذا دايمن فلما سألنا المختبر اللي مشتغل معه ولما عملنا شوية ريسيرج طبعا فيه كان قبل هيك ابتسامات مرصعة بالذهب والألماس بس مش ذات طابع طبي أو مش معمولة بطريقة طبية فبلشنا إحنا ندرس الموضوع أخذنا هيك تحدي طبي هل فينا نعمل هالموضوع هذا وبالفعل شوي شوي تعاوننا مع شركة من إيطاليا وشركة من ثاسو أفريكا إضافة لمختبرنا في دبي وبالفعل قدرنا أنه نصنع هالابتسامة هاي ومتاز دكتور مجد لو تحكينا عن التفاصيل الموجودة في الابتسامة من الذهب والألماس أول شي بلشنا هي إذا بنحكي على التفاصيل تعيدها كأحجام وهاي هي فيها 10 جرام دهب فيها 160 قطعة ألماس بأحجام مختلفة وبنقاوة مختلفة ولكن النقاوة كلها من أعلى درجات النقاوة الـ F والـ D وطبعا تم تثبيت الألماس على الدهب هذا اللي عطاها لذات تكلفتها واللي عطاها الطابع الطبي أكتر تم تثبيت الألماس على الدهب بطريقة الحفر بالليزر ومشي الطريقة اليدوية ومثل ما شايفين هون بالمجهر الإلكتروني كل ألماسة محمية بأكتر من 10-11 بيسموهم أطفر ماسكين الألماسة مشان نضمن 100% أنها ما توقع كمان تم طلاقها بمادة أو تغليفها بمادة anti-bacterial anti-fungus يعني مضادة للفطريات والبكتيريا مشان إذا المريض استخدمها أو المراجع استخدمها ما تعمل أي روائح ما تعمل أي تجمع للبكتيريا عليها طبعا هم ننوه لشغلة أنه هي مش شيء طبي هي مجرد شيء تجميلي مجرد أطحة أكسوسيريز تنحطه وتنشال يعني هي مش دائمة السيدة بتحب تلبسها بمناسبة تلبسها على فوتو ساشين أنه بأي شيء فيها تستعملها وترجع تشيلها فورا وتركيبها بيصير في البيت يعني مجرد تشيلها وتحطها دكتور سمعنا في جانب إنساني من الابتسامة هذه إذا ممكن توبحها لنا والمشاهدين طبعا إحنا في عيادة لبيرتي عموما منهتم في الموضوع هذا فلما بلشنا بهالفكرة هاي حبينا أنه نربطها أنه ما تكون بس مجرد مظاهر بزخ أو خلينا نقول مظاهر شيء أكسوسيريز وبس حبينا أنه نعطيها صبغة طبية ونعطيها كمان صبغة إنسانية ففي جزء من ريع هذه الابتسامة راح لمركز دبي للتوحد وراح لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين الأنروة ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونسيف وكمان حتى يعني حطين في بالنا أنه أي ابتسامة أخرى وهلا إحنا في صدد تصميم كمان ثلاثة ابتسامات حيكون في جزء منها للأعمال الخيرية ممتاز طبعا أنا الحين دكتور مجد السؤال اللي راودنا راودة مشاهدين هو التكلفة كم تكلفت الابتسامة؟ التكلفة بلغت 150 ألف درهم أنت وقعت أكثر صراحة 560 ألف درهم هي جزء كبير من التكلفة كان على تصنيعها وليس على الدايموند الموجود الدايموند اللي رفع تكلفته كمان أنه كل قطعة بقطعتها يجت فيها شهادة نقاء من المعهد العالمي للألماس في بلجيكا وبعدين كلها مرة تانية تقيمت ويجت معها شهادة أنه هذا الألماس الموجود فيها حاليا كمان هو نفس الألماس اللي تم شراءه أول مرة بس طريقة تثبيت الدهب مع الألماس هي اللي رفعت تكلفتها وكمان أنه الكوتينج اللي نعملها بالمادة المضادة للبكتيريا وللفطريات كمان هي رفعها لأنه ما في شركات مختصة في هالموضوع فكان متل ما تقولي أنه كأنهم عم بيعملوا لها شيء خاص أنه مشان يصنعوها فهذا اللي رفعت تكلفتها زيادة دكتور الابتسام الأغلى الابتسام في العالم هل لها فوائد طبية؟ لا متل ما نوهنا بشوي هي ما لها فوائد طبية هي مجرد شيء جمالي تلبسه السيدة بس كمان كمان ننوه أنه ما بتستطيع تأكل أو تشرب وهي موجودة طبعا هنا على الشاشة هلأ معروضة هاي القطعة اللي تم تصنيعها بالفعل بإمارة دبي وإذا منلاحظ مقارنة بالمحاولات السابقة اللي صارت في دول تانية مثل أمريكا ومثل دول الاتحاد السوفيتي السابق ما في فرق من ناحية الجمالية وأهم شيء أنه ما في فرق كبير سوري بالناحية الطبية هون نشوف الليدي جاقة كمان لابستها شايفة أبدا مش جمالية حتى صح فهالمرة عملت بطريقة كتير راقية وطريقة أهم شيء أنها علمية وطبية في كثير تعليقات قرأناها في الانترنت أن الناس ما عجبهم شكل اللون الذهب مع الألماس إش رايك؟ هلأ هي باست على طلب السيدة اللي طلبتها هيك كان بدها هلأ فيها عم بين عمل كمان ثلاثة تنتين بالدهب الأصفر والألماس وفي واحدة حتكون بالدهب الأبيض والألماس في مشاهر أرودية شروها من العملوها؟ هلأ هي لاروتانة خليجية ولسيدتي فيه هلأ نجمة عالمية عم بيصير التفاوض معها وبالفعل تم أخذ الإياسات إلها في أمريكا والمفروض تزور دبي قريبا لاستلام بس لسه ما صارفنا لازع الموضوع الإياسات عندنا حاليا وليستم الاتفاق معها حتيجي تستلمها ضمن زيارة إلها في دبي نجمة عالمية معروفة كتير وبتحب الأشياء أنا أتوقع مجرد تطلع الفنانة المشهورة وبتحطها الناس كلها راح يتبع الخطأ لهيك قطعة أنه مجرد مصرها موجودة أكثر من شهر أو أقل من شهر حتى وصار في عليها ثلاث طلبات اثنين من الخليج وواحدة من لبنان فهذا خصوصا أنه تكلفتها عالية ومنرجع من أول أن همالها يعني هي أي دواعي طبية هي عم تنعمل بس أنه الناس اللي عم تطلبها بدها هيك شيء دكتور كيف يتم تركيبه هل تأخذون قياسات معينة أو هي قياس هي زيارة واحدة للمريض ومثل ما حكيت لك ممكن حتى ما يكون موجود يعني في عنا سيدة من لبنان تم أخذ قياساتها في لبنان وإرسالها إلنا في الفنان الأمريكي كمان تم أخذ قياساتها وإرسالها إلنا وطبعا هل صار القياسات تأخذ إلكترونيا يعني تنبعت في الإيميل فممكن حتى لو مش موجودة أنه تتصنع وتنبعت إلها بس إحنا بنفضل أن نشوف المريض ولو مرة واحدة على قليل لحظة التركيب مش هل نتأكد من كل شيء ولكن يعني هي زيارة واحدة أو حتى لو كنت في بلدك ممكن تأخذ قياس وتبعت لنا ويتم تصميمها دكتور برأيك مي صاحبة أجمل ابتسامة؟ لا هيك حد زعلي العالم منا طبعا درأيي أنا الشخصي يمكن بحب ابتسامة الفنان جمانة مراد كتير ومرجعه لتحية في ميس حمدان كمان تقلقت الفترة الماضية بابتسامتها وفي كتير فنانين أكيد وصيخولي كمان بالفترة الأخيرة كان متقلقت وابتسامته كمان أكيد السؤال الأخير دكتور لاحظنا أن أنت علاقتك مع المشاهر كتير وطيدة ودائما بيرتادوا إلى عيادتك لو تحكي لنا بس عندنا فضول نعرف كيف بدأت علاقتك بالفن وبالمشاهر هنا يمكن مثل ما تقولي حدا بيخبر حدا يعني بلشت من أكتر عيادة لبرتي عمر 15 سنة حاليا فيها 22 طبيب أسنان كل 4 أو 5 أطباء مختصين في تخصص في طب الأسنان بلش المشاهير يجونا من أكتر من 10 سنوات تقريبا وبلش حدا يدل حدا حدا يدل حدا طبعا كمان في البرامج اللي بتشترك فيها العيادة في مسلسلات تصورت في العيادة في مشاهير يعني صارت تربطنا فيهم علاقة صداقة والحمد لله أن السقة اللي بياخدوها والابتسامة اللي بياخدوها هي أحسن سفير أنه تحكي عنها وكل حدا بيشوف ابتسامة زميل وفنان أو فنانة بيتشجع أنه يجي عنها دكتور مجد ناجي طبعا نحييكم نحيي عادة لبرتي ليس فقط الجانب التركيب الأسنان وزرع ابتسامة جميلة أيضا الجانب الإنساني شكرا لك مشاهدين فاصل قصير ونعود من بعد لتكملة فقرات سيدتي في سيدتي بعد الفاصل دراسة بريطانية تكشف العلاقة بين السهر والذكاء اشتركوا في القناة